أولى فيها سامي عمصاني للمسؤولية بعد طبعاً كمان رحيل مستر موسيماني وبالتالي عانى من غيابات عانى من إجهاد عانى من فطورة الحلال معنوية بعد الخروج من نهاية أفريقيا ومطلوب منه يواجه ضغط مطشاط ويلعب ثلاث مسابقات زي ما انت شفت كده كاس مصر ودوري ورجعين كاس مصر تاني بس كاس مصر القديم إزاي شفت الأول نجاح سامي في الفترة سامي نجح بدرجة مش عايز أقول ممتاز جايت جدا بالنسبة لي سامي نجح بدرجة جايت جدا لأنه أولاً أنا حاسس بأن اللعبة عندهم أريحية إليفتري زي ما بيقولوا كده حرين مش حرين يعملوا كل واحد يعملوا اللي عايزوا لأ يعني مش مقيدين معندهم مش قيود سامي أكتر واحد أدر بالتين وده مهم جداً في شكل الشغل وطريقة الشغل اللي بيشتغل بيها الحاجة بس اللي أنا لسه يعني عايز هتتغير طبع هتاخد وقت عشان تتغير هو الريتم بتاعنا الريتم بتاعنا اللي هو نفس الريتم اللي كان معه موسيماني اللي هو بعد ما تجيب جون تستنى شوية تستنى شوية تستنى شوية تستنى شوية النادي الأهلي الناس كلها تلعب عليه يعني دي برضو قناعات الشخصية يعني ايه الناس كلها تلعب يعني النادي الأهلي بي عنده فرن وعنده استراتيجية بيشتغل بيها كل الخصوم والمنافسين تشتغل بناءة استراتيجة النادي الأهلي يعني ارد الفعل الأهلي على طول الفعل الأهلي على طول الفعل على طول على طول وأنا بقعني هنا بكلمة على طول حتى لو روحت كاسي العامل الأندية دي وجهة نظري طب تخلينا اسألك سؤال بمن ثالث اللاعب عقلية اللاعب بقى مش يمكن اللعيبة بقت منهكة لدرجة أنها عايزة تحقق الهدف بقى اللي مجهود ممكن يعني هل ده السيناريو ممكن يبقى ولد؟ لأ طبعا يعني يعني أنا اللي بحشيله هنا الكوتش شغلته إيه؟ الكوتش غير مدرب أنا بقول لك ممكن سيناريو ممكن يبقى كوتش كمان من ناحية يقول لك والله أنا كذبان أحاول أخلص بالمباراكة بدل ما لعيب تاني يتصاب بدل ما حد يجيله شد بدل ما احتكاك أخسر ورقة الكلام ده كان ممكن فوقتين نحن نتكلم في الكلام ده تمام تنهاردع عندك خمس تغييرات نص ستين بتغيره في حتة إنه تعبان أو في ربع ساعة أشيل الخمسة وحط الخمسة وارد جد في ناس ممكن تفكر كده أيوه يقول لك في رشو وأصدق أقول لك الشهد من كلامي أن الكوتش هنا غير المدرب الكوتش بيحشي المدرب بيعمل شكل بتاعت التمرين والتاكتك الكوتش هنا هو بيهيئ اللعيب إنه ينفذ استراتيجيته بيحشيله دماغه من أحسن مدرب